اشتركوا في القناة وقد اعرب مجلس الشورى عن بالغ اعتزازه وعظيم فخره للمكانة المرموقة التي وصلت اليها قوة دفاع البحرين بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن القيادة الحكيمة واشهد مجلس الشورى بهذه المناسبة بجهود معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع منتسبيها منوهين بمقطعته قوة دفاع البحرين من اشواط واسعة في ميادين الاعداد والتأهيل والتدريب المستمر وما رافق ذلك من نمو مضطرد في تطوير اسلحتها البرية والبحرية والجوية لتصبح الحصن المنيع للوطن امنا وسلاما واستقرارا واكد مجلس الشورى في هذه المناسبة الوطنية دعم مجلس الشورى ومسندته لقوة دفاع البحرين في بناء قدراتها العسكرية وتطوير العناصر البشرية والوسائل التكنولوجية للقيام بواجبها السامي لحماية مكتسبات الوطن وامنه واستقراره واشهد المجلس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات قوة دفاع البحرين ضمن القوة العسكرية للتحالف العربي لإعادة الشرعية بالجمهورية اليمنية الشقيقة وما بذله جنودها البواسل من تضحيات خلال أدائهم هذا الواجب الوطني والقومي في سبيل الدفاع عن أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها في مواجهة الأطماع الخارجية في صورة تجسد التلاحم الأخوي ووحدة المصير المشترك دعين الله عز وجل أن يتغمد شهداء الأبطال في واسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر وسلوان وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل إنه سميع مجيب